فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال رحمه الله وقد صرح بذلك أي كون الفصل بين العبادتين أمر مقصودا للشارع صرح فيما رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر لأن اليهود والنصارى يؤخرون قال وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة اليهود والنصارى نعم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور مخالفة لليهود وعملا بالسنة فما دام المسلمون متمسكين بالسنة فالإسلام ظاهر وإذا عملوا بالبدع ووقعوا في التشبه فإن هذا يضر بالدين يضر بالدين وبظهور الدين فجعل صلى الله عليه وسلم علامة ظهور الدين التمسك في السنة ومخالفة الكفار في العبادات وفي غيرها من العادات الخاصة بهم فهذا من يسر هذه الشريعة ورفع الحرج عن الأمة أما الذين بعض الطوايف المنتسبة للإسلام الآن التي لا يفطرون حتى تشتبك النجوم حتى يظلم الجو فهذا بدعة وزيادة في العبادة وأمر لا يجوز